زيادة من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من موسكو حسين مشيك حسين بعد التحية يعني أيضا هناك اتهامات أخرى في بعض البلدات وهناك اتهامات لاستهداف محطة قطارات من إقليم دونباس وما زالت الاتهامات من كييف على روسيا بارتكاب كل هذه الانتهاكات ما هي الردود الخاصة من الجانب الروسي في هذه الاتهامات خصوصا كان هناك كلمة للرئيس زالناسكي أمام البرلمان الفنلندي يتهموا أيضا موسكو بالعديد من الاتهامات نعم محمود نفس شجارة الدفاع الروسية اليوم الاتهامات الأخرانية بشأن قشح القوات الأخرانية مخصف سكر الحديد بكريماتور تؤكدت الدفاع أن القوات الأخرانية هي من استهدفت المحطة بطواريخ تشكا أو وهذا نوع من الطواريخ لا تنفه القوات الأخرانية وقالت الدفاع أن هدف الضربة كانت على ما يبقى القوات الروسية لكن إخطاءات القوات الأخرانية أخطأت الهدف هذه احتمالية واحتمالية الثانية حتى ما أعلانت عنها الدفاع هي قصف القوات الأخرانية للمدنيين ومنعهم من الخروج عبر مخطة أوسطار في هدف اتخاذهم بروع بشرية والاستباء ورائحهم ومنع القوات الأروسية من التقدم أيضاً وبأعلانة الدفاع عن استهداف القوات الأروسية مركز تجمع المختلفة الأزانب شمال شرق مدينة أديسيا كما أصف الدفاع الجوء الروسي من الوحثين هو بكثر من طراز مية ثمانية ومية أربعة وعشرين وخمسة طائرات بدون طيار إلى ذلك أعلن الزائد كونشينكب المتحدث باسم الدفاع الروسية عن محاصرة أو صوات الروسية مئات المتزفة الأوروبيين في مدينة ماريوطل وهؤلاء المتزفة حسب وصف كونشينكب معتدون على فصل أسلابيين مقابل المال وأكدت الدفاع تسليم سفينة الإنصار السفيني إلى أكرانيا دون شرق وبشكل مجاني بينما تحتفظ السلطات الأكرانية بـ 66 سفينة من 18 بلد في الموانئ البحرية الأكرانية وأعلمت الدفاع عن استعباد روسيا فتح ممرات إنسانية متنجدة على تعامل روسيا وفق لتواعد القنون الدولي مع السجناء الأكرانيين الاستهامات الأكرانية تنفيها ودارة الدفاع بشكل كام وتؤكد بأن القوات الروسية عندما كانت داخل مدينة كورشة لم تعامل أو لم تأذي أي مدني داخل المدينة واليوم أيضا الاستفزاز الإكراني الآخر في قصر في محطة شكة حديد كرماتوري ما هو إلا استفزازات تكون بها أصوات الإكرانية لتشريح الصورة الروسية أمام البائع العام السوري وهذه استفزازات من شأنها إعاقت العمليات التفاوضية بين الطرفين أدوث والإكراني والدفاع تؤكد بأن العمليات الأكرية سوف تستمر بتحقيق تفاوض الأهداف المخددة محما عملت القوات الإكرانية من الاستفزازات ومحما حاول الغرب بإمداد الإكراني بالأسلحة ودعمها في تشريح الصورة الروسية ترجمة نانسي قنقر